اليوم في عندنا فيديو مهم جدا وفي اشياء كثيرة لازم نحللها والبيتكوين هبط وحصل على ارتفاع وامس مش فقط الاس اي سي طلعت وقاضت الباينانس ولكن كمان الان يقاضوا كوين بيس ولكن ايش هو السبب وليش في الواقع حصلنا هنا على ارتفاع بعد هذه الاخبار بدل الهبوط حصلنا هنا في الواقع على ارتفاع فجماعة اليوم في عندنا اشياء كثيرة لازم نحللها ونتكلم عنها فاتأكدوا بأن تظلوا معي من البداية الى النهاية راح اعطيكم تحديث عن كل شيء يحصل في صفقاتي وليش حصلنا هنا على ارتفاع وايش اللي تعمله لحيتاني الكبيرة واشياء كثيرة اخرى فانعم يا جماعة زي ما قلت خليكم معاي من البداية الى النهاية مرحبا بكم مرة اخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات عن الولادة الرقمية كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على ارباح من هذا السوق اذا انت جديد على هذه القناة اضغطنا زر الاشتراك وفعل الجرس الان طيب خلنا نبدأ الان هنا على فريم الاربع ساعات وتقدروا تشوفوا جماعة بانه احنا قاعدين نشكل نموذج مشوق هنا حصلنا هنا على هبوط مباشرة وحصلنا هنا على دعم قريبا هنا جدا من هذا الخط البرتقالي في الاسفل عند 25.268 دولار ومن هذه النقطة كما حصلنا على ارتفاع الى خط المقاومة هنا في الاعلى عند 27.400 دولار ومن هذه النقطة الان حاليا قاعدين نحصل على هذا الهبوط ولكن هذا الشيء مشوب جدا لانه احنا عارفين ليش هباط البيتكوين الاسفل تم مقاضات الباينانس وكمان الكون بيس تم مقاضاتها فحصلنا هنا على هذا الهبوط ولكن في الواقع لما طلعوا هنا بالمقاضة ضد الكون بيس في الواقع حصلنا هنا على ارتفاع كبير وراح اتكلم طبعا عن السبب لهذا الشيء بعد شوية ولكن اول شيء يا جماعة هنا من ناحية التحليل الفني تقدروا تشوفوا هنا بانه اذا طلعت خطوط الموفينج افريجز انتوا عارفين بانه انا احب متوسطات الحركة وعلى فريم الاربع ساعات تقدروا هنا تشوفوا بانه حصلنا على بعض الاشياء المشوقة اللي حصلت هنا طبعا هنا في عندنا خط الموفينج افريج ميتين الخط الاخضر حصلنا هنا على الرفض من عند هذا الخط في الاعلى من عند جسم الشماعات فهذا هنا مع الخطوط البرتقالية اثبت بانه هذه تعتبر مستويات مقاومة قوية فكمان تقدروا يا جماعة هنا تشوفوا هذه الشماعات الحالية اللي احنا فيها تعاني من كسر خط المتوسط الحركة هنا خمسين وكمان متوسط الحركة مية على فريم الاربع ساعات فهنا جماعة اذا بعدنا فهذا هنا اللي قاعد يحصل حصلنا هنا على هذا الهبوط وبعدها حصلنا على الانتفاع هنا الكبير فالى الان هذا يعتبر شيء جيد وبكل تأكيد رائع جدا لاستراتيجيات التداول اللي قاعدين نستخدمها فكل شخص استخدم استراتيجيات التداول تبعي فانت حصلت على ارباح كبيرة هنا في خلال هذه الفترة ولكن رح نتكلم عن هذا الشيء بعد شوية طيب اول شيء عايز اقوله هو طبعا هنا على الفريمات الطويلة على الفريم الاسبوعي وهو انه انا لست مؤمن بانه احنا في بول ماركت واللي شفنا امس مع هذا الهبوط الكبير بهذه او بسبب هذه الاخبار السيئة حصلنا هنا او هبطنا بنسبة 7% ولكن بعدها حصلنا على الاسفاء كبير وهذا يوضح بالنسبة لي انه هذه هنا احد اكبر الاشارات بانه احنا في بول ماركت لانه خمنوا يا جماعة ما في بائعين كثير علشان يدفع السعر البيتكوين اسفل من كده فحشان كده يا جماعة انا مؤمن هنا بانه احنا في بول ماركت لانه ما في بائعين كثير متبقين في نص هذه الاخبار الهائلة هذه الاخبار هنا هائلة الاس اي سي تقاضي الكوين بيس وتقاضي الباينانس كلاهما في وقت واحد مش فقط جماعة هذا ولكن كمان في اشياء كثيرة هنا لهذا الشيء ولكن فقط يا جماعة بالهبوط هنا بنسبة 7% هذا يعني بصراحة مش سيء جدا وإذا حصل هذا الشيء مثلا في عام 2020 أو 2021 فكنا راح لهبوط أقل شيء بنسبة 20% فهذا هنا يا جماعة يوضح لنا بأنه إحنا في بول ماركت وإذا شوفنا هنا على الفريم اليوم كمان طبعا هذا هنا شيء مشوق لأنه حصلنا هنا على هذا الهبوط تحت هذه الوجه الهابطة ولكن إحنا الآن داخل هذه الوجه مرة أخرى فالآن لازم نبدأ نشوف على هذه هنا النقاط أو مستوية المقاومة مرة أخرى طبعا في عندنا هنا خط المقاومة من هذه الوجه الهابطة وكمان عندنا متوسط الحركة 50 يوم اللي هو الخط البرتقالي على الفريم اليومي فهذه هنا كمان تعتبر مستوية مهمة لازم نكسرها ولكن حقيقة إنه في الواقع هنا حصلنا على هذا الهبوط وحصلنا على أخبار هائلة سيئة وبعدها حصلنا على ارتفاع هنا مرة أخرى فهذا هنا يوضح لي بأنه هذا في الواقع عايز يكسر الأعلى وهذا في الواقع يعطينا تلميح عن إيش اللي راح يحصل لأنه أعتقد عاجلا أم أجلا لأنه ممكن يعني نمشي هنا بشكل جانبي لفترة أطول وممكن حتى كمان نحصل على هبوطات أكثر وممكن كمان نهبط إلى هذا المستوى هنا مرة أخرى عند 25200 دولار هذا طبعا شيء ممكن نحصل أكيد ممكن نهبط كمان أكيد إلى مستوى 26400 دولار هذا ممكن يحصل ولكن بالنسبة لي أنا أحس بأنه سعر البيتكوين عايز يرتفع أكثر والأسواق التقليدية وهذا هنا طبعا شيء مشوق الأسواق التقليدية كمان في الواقع تمشي بشكل جانبي حصلت على شوية هبوطات ولكن شوفوا هنا جماعة بالنسبة للأسواق التقليدية فأنا دائما أقول بأنه أول ما تستقر الأسواق التقليدية شوية وتمشي بشكل جانبي فأعتقد بأنه راح نحصل على ارتفاعات البيتكوين طيب وإيش اللي قاعد يحصل هنا للبيتكوين مؤخرا وهو أنه ببساطة يعني الداخلين وطبعا تكلمت عن هذا الشيء في فيديو أمس تقدر تروح وتشوف الفيديو أمس إذا لسه ما شفته ولكن ببساطة الداخلين أو الإنسايدرز كانوا عارفين بهذه القضية بأنها راح تطلع فيعني هم بدأوا بالدخول في صفقات الشورت وبدأوا بالبيع في وقت أو قبل الإعلان عن هذه القضية وعشان كده جماعة شوفنا هنا في الواقع يمشي بشكل جانبي وبشكل هابط هنا في الوقت اللي الأسواق التقليدية فيه كانت تحصل على ارتفاعات كبيرة كبيرة جدا الأسواق التقليدية حصلت على أرباح جنونية في الوقت اللي البيتكوين فيه كان يمشي هنا بشكل هابط مستمر وبعدها حصلنا أو طلعت هذه الأخبار وحصلنا على هبوط بنسبة 7% وعشان كده ما حصلنا كمان على هبوط أكثر لأنه الناس اللي كانوا عارفين بهذا الشيء فهم كانوا قد أريدي باعوا وانتهى البائعين وعشان كده جماعة كمان لما طلعت هذه الأخبار بأنه الـ SEC تقاضي الـ Coinbase بتأكيد حصلنا عليه طبعا على هبوط كبير هنا لما طلعوا بمقادات الـ Binance ولكن لما قاضوا الـ Coinbase حصلنا هنا على ارتفاع وهذا بشكل كبير يعتبر واضح جدا بأنه الـ Insiders الداخلين كانوا عارفين بأنه هذا الشيء راح يحصل طبعا أسهم الـ Coinbase هبطت بشكل كبير ولكن الكريبتو بدأت بالارتفاع فالداخلين كانوا عارفين بهذا الشيء القادم وبدأوا بالبيع قبل هذا الهبوط ولما طلعت هذه الأخبار حصلنا هنا على الكريبتو ترتفع والبيتكوين كمان يرتفع فهذا شيء رائع جدا ومرأة أخرى جماعة هذا يوضح لي بأنه إحنا قاعدين الآن ننتهي من البائعين وهذه فقط مسألة وقت إلى أن يرجع أو يبدأ اللي بتكون هنا بكسر هذه المستوية للأعلى طيب غير كده جماعة خلونا أن أتكلم هنا عن صفقاتي أنتوا عارفين بأنه في الفيديو التابعي أمس أضفت أو تكلمت عن هذه الصفقة هنا اللي دخلتها كان عندي طلب شراء هنا تماما عند هذا الخط البرتقالي فلما حصلنا على هذا الهبوط هنا واخترقنا هذا الخط البرتقالي للأسفل تم تنفيذ هذا الطلب وكنت عند خسارة كبيرة كنت في الواقع عند أو بسالب 2300 دولار خسارة وفي هذا الفيديو أمس وبالنسبة جماعة إذا رحتم هنا إلى صفحة أو مجلة التداول هذه هنا فتقدروا تضغطوا على هذه الصفقة حاليا وهنا بوم راح تأخذكم إلى النقطة اللي دخلت فيها في هذه الصفقة وإلى التحديث لهذه الصفقة وكمان النقطة اللي طلعت فيها من هذه الصفقة ولكن يا جماعة النقطة المهمة هو أنه تم تنفيذ هذا الطلب هنا وفي هذه النقطة كانت بسالب 2300 دولار وعطتكم أجماعة استراتيجيتي في الفيديو تبعي أمس بأنه أنا راح أستنى إلى أن يطلع البيتكوين أو يقترب من هذا الخط البرتقالي لأنه كنت أعتقد بأنه راح نحصل على ارتفاع ورح نوصل إلى هذا المستوى هنا وبعدها أمس أعطتكم تحديث بأنه أنا الآن أخذت الأرباح يعني أرباح صغيرة 400 دولار ولكن يعني أقل شيء لست تعتبر أفضل من سالب 2300 دولار في النهاية هذه هنا كانت نهاية جيدة إذا كانت هذه الصفقة هنا هبطت بشكل أكبر وكانت الخسارة يعني 5000 دولار أو شيء زي كذا فأكيد كمان كنت راح أعطيكم التحديث بهذا الشيء ولكن في هذه المرة كل شيء مشى بشكل جيد وحصلنا هنا على 429 دولار أرباح فيعني مش شيء مش سيء جدا يعني ممكن تأخذ العائلة اللي عشاء أو شيء زي كذا طيب غير كذا جماعة أكيد في أرباح كبيرة هنا من استراتيجيات التداول يعني شيء هائل جدا حاليا يا جماعة شوفوا نحن الآن على وشك الوصول إلى 60% أرباح في بوطة إيثيريوم هذا وهذه البوطات طبعا كانت بعشرة وعشرين بالمئة حاليا الآن هنا 33% وهذه البوطات هنا 16% و18% وكمان 45% أرباح هنا من بوطة إيثيريوم السريع و37% هنا أرباح من بوط البيتكوين السريع وحتى كمان هنا صفقات التحوط أو بوطات التحوط أحد هذه البوطات حاليا بخسارة ولكن تذكر جماعة بأن هذه هنا مختلفة هذه هنا موجودة علشان تكون تحوط لبوطات إيشجراء فيعني ما عندي مشكلة إنه إنه هذه البوطات تكون هابطة أو تكون بخسارة أو حتى تنغلق بخسارة ولكن حاليا الآن هنا أحد هذه البوطات لسه بأرباح والآخر بخسارة بسيطة جدا رح أحاول إني أطلع هنا من هذه الصفقات فراح أخفض مستوى أخذ الأرباح علشان أطلع من بوطات التحوط هذه هنا كمان فنعمج مع أرباح حائلة حصلنا عليها هنا من استراتيجية التداول 24 ألف دولار أرباح هنا من بوطات السابقة والآن كمان مع هذه البوطات ممكن تضيف بساطة هنا 20 ألف دولار إضافة إلى هذا هنا فيعني 44 ألف دولار أرباح هنا في خلال فقط يعني ثلاثة أشهر أو في الواقع أقل كمان من ثلاثة أشهر من تسعة مارس فنعم يا جماعة رح أستمر بأن أعطيكم تحديثات وأكيد إذا عايزين تستخدموا استراتيجية التداول هذه هنا بنفسكم فأتأكدوا بأنكم تروحوا إلى صندوق الوصف لهذا الفيديو وفي عندكم هنا 60 ألف دولار بوطات إذاع إذا ضغطت على هذا الرابط هنا وبعدها بعد ما تسجل في هذه المنصة تقدر تطلب هذه البوطات وبعدها تقدر تنزل هنا وتقدر تحصل على إعدادات هذه البوطات بالضبط بضغطة زر واحدة طيب وكمان شماعة شيء آخر كمان عايز أضيفه وهو أنه الأوكي اكس حاليا الآن هي تعتبر المنصة يعني لما الناس يسحبوا أموالهم من الباينانس معظم الناس في الواقع يدخلوا أموالهم إلى الأوكي اكس تقدروا تشوفوا هنا في الشهر الأخير ما يقارب من 2 مليار دولار تم سحبها من الباينانس ومعظم هذه الأموال دخلت إلى الأوكي اكس 273 مليون دولار وحتى كمان في خلال السبعة إلى أيام الماضية 257 مليون دولار تم إداعها إلى الأوكي اكس فيعني الناس بدأوا بأنهم يوثقوا بالأوكي اكس أكيد طبعا هذه المنصة موجودة لفترة طويلة ولكن الناس الآن يدعوا إلى الأوكي اكس بشكل جنوني فتأكدوا يا جماعة بأنكم تستغلوا هذا الشيء كمان وكما جماعة البايت البايت شيء مسوق جدا واحد من أفضل المنصات بالنسبة ليه كمان تعتبر من أقوى الرابحين هنا من هذه الأموال فالبايت والأوكي اكس في عندكم الروابط تحد في صندوق الوصف طيب خلونا نتكلم أجمعها عن هذا الشيء أول شيء عايزة أتكلم عنه هو في الواقع الباينانس السيسي في الواقع تحاول تجمد أصول الباينانس دوت يو اس وهذا طبعا ما له أي علاقة بمنصة الباينانس الدولية زي ما قال سيسي هنا توضيح بأن هذا هنا ممكن فقط يأثر على باينانس أمريكا إذا تم ضمان هذا الشيء من المحكمة ولكن هذا ما يأثر على الباينانس دوت كوم الباينانس العالمي والأموال بأمان ولكن أمس الاس اي سي طلعت بقضية ضد الكوين بيس وقالت هنا بأن الكوين بيس اخترق قوانين الأمان ببرامج التخزين فهذا ما يزعمه العديد من منظمي الولايات المتحدة الأمريكية مش فقط هذا اللي طلع ولكن كمان الاس اي سي تقاضي كوين بيس كمنصة تداول سيكوريتيز غير مسجلة وهذا طلع من تسعة ولايات خلوني أشوف هل موجودة هنا عندي لا طيب ولكن كان في تسعة ولايات تقاضي كوين بيس وهذا طبعا شيء مثير جدا فيعني هذا بكل تأكيد كان هجوم منظم ضد الكوين بيس ولكن براين ارمسترونغ اللي هو سي اولي الكوين بيس قال بأنه راح يحاربوا هذا الشيء واعتقد بأنه يعني في الواقع في عندهم قضية قوية وقال سوف ننهي المهمة وفي نفس الوقت خلونا نمضي قدما فالاس اي سي هذه المنظمة يعني ما أعرف فقط عايزين أنهم يقتلوا الكريبتو وعايزين يحاولوا يعملوا هذا الشيء ولكن ما يقدموا طرق كافية جيدة لهذه المنصات علشان تكون منظمة فيطلبوا من منصات يعني مثلا الكون بيس والبينانس دوت يو اس بأنه تسجل مع الاس اي سي ولكن ما في طريقة للتسجيل معهم فأأمل من جد أأمل من أجل الكريبتو أنه هذول الأشخاص هنا المؤسسات البيانانس والكون بيس راح يحاربوا الاس اي سي ويفوزوا بهذه القضية لأنه هذا راح يكون انتصار كبير للكريبتو في أمريكا وإذا ما فازوا بهذا الشيء إذا الاس اي سي فازوا وأنهوا هذا الشيء فالكريبتو راح تطلع خارج اليو اس خارج أمريكا فيعني أمريكا بهذا الطريق راح تخسر الابتكار ولكن هذا هو الحاصل الآن وهذا هو الشيء اللي لازم نكون منتبهين له وكمان جماعة تذكير سريع غانزلر الاس اي سي فشلت بأنها تمسك الاف تي اكس وفشلت بأنها تحمي مستثمرين الجريس كيل وكمان فشلت بأنها تحمي المغترضين من فيوجر وجينيسيس وبلوك فاي ولا يعني ذلك بأنه لئيم ولكن يعني بأنه غانزلر غير كفو وبصراحة ما أقدر أقول شيء أكثر من كده فقد جماعة هنا بعض الأدلة لهذا الشيء خمنوا من اللي كان داخل في 45 مليون اي سي او ايكزيت سكان كان اسمه اندور سوفتوير طيب وشوفوا هنا يا جماعة شوفوا على السعر بشكل واضح جدا أنه هذا هنا فقط ايكزيت سكان وهذا هنا كان من دورة 2017 و2018 وتقدروا تشوفوا هنا بأنهم جمعوا وفي واقع عمل في الماضي أشياء كثيرة مشبوهة طيب فرح نشوف ايش اللي راح يطلع من هذا الشيء جماعة هذا كل شي عند اليوم بتوفيق للجميع وأشوفكم في الفيديو القادم